المحظور الثالث هو احتمال سماح بعض دول الخليج العربي بإنشاء قواعد عسكرية صينية على أراضيها الصحيفة البريطانية بتقول إن المسؤولين السعوديين ما صرحوش بخصوص أي صفقة لبيع النفط بليوان لحد وقتنا الحالي ولكن كمان طبقاً للي قالته الصحيفة ففي مصدر سعودي صرح زي ما بتقول الصحيفة طبعاً إن ما فيش أي خطأ في القيام بدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط كله وربما مش هنبالغ لو قلنا العالم كله بيتطلع للزيارة المهمة جداً اللي بيقوم بها الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية النهاردة والسؤال اللي بيفرض نفسه دايماً هو هل هتكون الصين هي البديل للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة خاصة بعد حالة اللاتوافق الأخيرة اللي حصلت في المنطقة بين الأمريكان وبين دول عربية كبيرة زي مثلاً المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات كمان الزيارة دي عاملة حالة من الألأ في أمريكا نفسها وده اللي نقلوا بعض المواقع الأمريكية اللي نقلت عن بعض المشرعين في مجلس النواب الأمريكي طلبهم بإجراء تحقيق بشأن اتفاق تم إبرامه بين الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية والرئيس الأمريكي جو بايدن واللي كان من خلال الاتفاق ده من المفترض أن تحالف الأوبك بلاس يقوم بزيادة الإنتاج النفطي ولكن طبعاً ده ما حصلش ولم يتم تفعيله أعضاء من لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي بعتوا رسالة لوزير الخارجية الأمريكي بلينكين علشان يطلبوا معلومات عن صفقة مقترحة تم نشر أخبار عنها الصفقة ده بتقول أن كان من المفترض أن السعودية اتعهدت فيها بزيادة إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي ودور اللجنة دي هو الكشف عن أي صفقات خلف الكواليس أبرامها جو بايدن ومعرفة تفاصيل هذه الصفقة طبقاً للموضوع فأعضاء اللجنة عايزين يعرفوا من المنخرط في التلاعب بأسعار السوق من وراء الكواليس وبالتالي تعريض أمن الولايات المتحدة للخطر وتأمين بيئة أفضل للديمقراطيين في الانتخابات والشعب الأمريكي طبعاً زي ما بيقولوا ليه الحق أنه يعرف مين اللي بيأثر على حياته وعلى قراراته الغريبة بقى أن اللجنة الأمريكية قالت أن مصادرها خبر نشرته صحيفة أمريكية هي صحيفة نيويورك تايمز اللي اتفاوضوا فيه مع الرياض لزيادة الإنتاج لخفض أسعار البنزين محلياً في الوقت اللي بيسبق الانتخابات مباشرةً وإن من المفترض أن بايدن راح للمملكة العربية السعودية علشان الاتفاق ده مخصوص لكن الاتفاق ما تحققش والدليل طبعاً هو قرار أوبك بلس الأخير وأسعار النفط اللي مزالت مرتفعة حتى الآن وإنه بالتالي أي كلام عن أي صفقة سرية كان تلاعب بالشعب الأمريكي أو التأثير على الانتخابات النصفية في الكونجرس الأمريكي وإن فيه أسئلة على الإدارة الأمريكية أنها تجاوب عنها وأنهم مفتقدين للشفافية وطلبت اللجنة من وزير الخارجية الأمريكي أنه يمدهم بالوثائق ونصوص المحادثات اللي تمت مع المسؤولين السعوديين الحقيقة أن الكلام ده ممكن نفسره بأكتر من طريقة أولاً أن سقف الأسعار اللي هيتم فرضه على روسيا هو محاولة فشلة لترويض روسيا خاصة بعد اتفاق أوبك اللي تم التكملة عليه منذ أيام وأنه ملوش أي قيمة ولهدف خاصة أن أغلب الدول اللي بتستورد النفط الروسي هي الهند والصين ودول ما قدموش أي إدانة للعملية الروسية في أوكرانيا وبالتالي سقف الأسعار ده ملوش أي قيمة ومحاولة فشلة خاصة أن روسيا قالت هنرد على القرار ده وبالتحديد هنقلل إنتاج النفط وده معناه أسعار أعلى وأعلى طيب الأمريكان هيعلقوا خبتهم وفشلهم في الأيام الجاية دي على مين أيوة بالضبط كده هيعلقوها على المملكة العربية السعودية طبعا لأنها لو قامت بدورها ونفذت الصفقة السرية طبعا كان الكلام هيخلص عن سقف الأسعار الروسي وعن النفط بصفة عامة لكن أمريكا بتستبق الفشل في التعامل مع النفط الروسي من خلال فتح النار على السعودية ومش الدليل محادثات رسمية ولا تصرحات رسمية سعودية لا ده الدليل معهم من خبر نشرته أصلا صحيفة أمريكية يعني منهم فيهم ده أول اتجاه أننا كأمريكان بنعلق الفشل في التعامل مع الروس على أن السعوديين رفضوا الصفقة السرية اللي محدش تكلم عنها ولا علق عليها أصلا غير الأمريكان نفسهم طيب الاتجاه التاني ممكن يكون إيه؟ الاتجاه التاني هيكون عن الزيارة الصينية للسعودية طبعا واللي هيكون فيها تلات قمم عربية وخالجية وسعودية مع الصين وواضح جدا أن الزيارة دي عاملة قلق كبير جدا في أمريكا وعلشان كده فيه محاولات لترويد السعودية مرة وفيه مرات تانية محاولات لتهديد المملكة كل وسائل الإعلام الأمريكية بتتكلم عن الزيارة وبتأكد أنها هتكون زيارة تاريخية مش بس في الاستقبال ولكن كمان في الصفقات في الطاقة والبنية التحتية وكمان في الصفقات العسكرية وده طبعا معناه خطوات عربية أكبر وأعمق تجاه الصين ولكن بقيادة سعودية ومن السعودية المرادة علشان كده تبقى لصحيفة فينانشال تايمز البريطانية فالتوجهات السعودية والخالجية القادمة نحية الصين لازم تكون توجهات دقيقة ومركزة علشان ما يتمش الوقوع في أي نزاع صيني أمريكي قادم ولكن كمان طبقا للآلته الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكان ففيه تلات محاذير أولهم هو التكنولوجيا الحساسة وده يعني أن السعودية متجهة أكتر نحية التجارة والتكنولوجيا للصين خاصة الصواريخ الباليستية والطائرات القتالية المسيرة وده مش معناه تهديد وقتي وحالي للنفوذ الأمريكي في الخليج ولكن على المدى الطويل هيخلق مشاكل كتيرة للنفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأن المأذق الأمريكي في الشرق الأوسط بيبدأ من دلوقتي خاصة وأن السعودية هي الوجهة الأولى حاليا للاستثمارات الصينية بحوالي 106 مليار دولار في الأعوام العشرين الماضية النقطة التانية أو المحذور التاني هو النفط وأن التعاون الصيني السعودي بيزيد وده معناه اللجوء لصفقات حساسة اللي من ضمنها احتمالية بيع جزء من النفط باليوان الصيني وده بالتأكيد هيأثر على الاقتصاد الأمريكي ككل وعلى وضع أمريكا دوليا زي مثلا اتصالات الجيل الخامس خاصة أن أمريكا بتحاول تتعاون مع المملكة حاليا في نقل تكنولوجيا الجيل الخامس ولكن مع ذلك مازالت السعودية بتتعاون مع الصين بالتحديد مع شركة هواو المحذور التالت هو احتمال سماح بعض دول الخليج العربي بإنشاء قواعد عسكرية صينية على أراضيها الصحيفة البريطانية بتقول أن المسؤولين السعوديين ما صرحوش بخصوص أي صفقة لبيع النفط باليوان لحد وقتنا الحالي ولكن كمان طبقا للي قالته الصحيفة ففي مصدر سعودي صرح زي ما بتقول الصحيفة طبعا إن ما فيش أي خطأ في القيام بدا يعني الموضوع مش خطأ ولا عيب إن السعودية تعمل كده الخطوات السعودية نحية الصين سواء بالقواعد العسكرية أو الصفقات العسكرية الحساسة أو بيع جزء من النفط باليوان الصيني كلها حاجات مش بس بتأكد ابتعاد السعودية عن أمريكا وحالة التوازن الحالية ولكن كمان بتأكد في الوقت نفسه ضعف الوجود الأمريكي الحالي وإنه غير قادر على فهم المنطقة وأولوياتها ولا إنه يخصص أجندة تستوعب أجندات المنطقة إطلاقا الألأ الأمريكي ده بيخلي الأمريكان يتخبطوا ويعملوا أي حاجة من شأنها إنها تضعف علاقات السعودية القادمة مع الصين أو تحافظ لأمريكا على شيء من وجودها الحالي في المنطقة واللي أمريكا بتزوده مش بس بمحاولات الضغط والتزاز الشرق الأوسط ودوله العربية ولكن حتى بقراراتها الفردية كمان زي مثلا سحب منظومات الدفاع الجوي من الشرق الأوسط واللي أعلن عنها الأمريكان وبالتحديد منظومات من عمان وقطر طيب إزاي بقى الدول تصدق إنك موجود وإنت كل قراراتك وسياساتك بتقول إنك بتغادر وماشي ومع ذلك عايز الناس تتعامل معاك وكأنك موجود وهتفضل موجود طبعا صعب باختصار الأمريكان عايزين ياخدوا نفس العوائد من المنطقة من غير ما يدفعوا أي تكاليف لأي فاتورة وده طبعا شيء مش مقبول ولا منطقي إنت عايز تغادر غادر بس ما تتحكمش في سياسة المنطقة ولا تفرض عليها شيء لأن ده مش منطقي ولا هيحصل خلاص معاد الكلام ده فات ربنا يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ أهلها ويوفق حكامها لكل خير ويحفظ بلادنا جميعا من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته